بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقارة جبرى المصوفات ومع الجزء الرابع من الدرس الثاني في الوحدة الثانية المطلوب إيجاد قيمة المحددات للمصوفات A و B في البداية يمكن أن نحسب قيمة محدد المصوفة A بطريقتين أولها أنها مصوفة مثلثة سفلية فكل العناصر فوق القطر الرئيسي هي عبارة عن أصفار وقيمة المحدد في هذه الحالة تكون حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي أي 1 في 1 في 1 يساوي 1 الطريقة الثانية المصوفة A يمكن اعتبارها مصوفة أولية elementary matrix كيف جاءت هذه المصوفة؟ جاءت من المصوفة 3 في 3 بضرب الصف الأول في سالب 5 وجمع الناتج على الصف الثالث سالب 5R1 زائد R3 لذا في استخدام النظرية السابقة يكون قيمة محدد المصوفة A بمجرد النظر هو 1 المصوفة الثانية بي أيضا يمكن اعتبارها مصوفة قطرية ويكون قيمة محددها تأتي بضرب عناصر القطر الرئيسي في بعضها فيكون النتج سالب 3 كما يمكن اعتبارها مصوفة أولية أيضا كيف جاءت؟ جاءت بضرب الصف الثاني في مصوفة الوحدة من نفس المقاس 4 في 4 في سالب 3 بأن ضربنا الصف الثاني في مصوفة الوحدة 4 في 4 في سالب 3 وكما اخذنا في النظرية السابقة يكون قيمة محدد هذه المصوفة مباشرة هو سالب 3 العدد الذي ضربنا في التمرين التالي باستخدام المعطى أن قيمة هذا المحدد تساوي سالب 6 يوجد المحددين التاليين في المحدد الأيصر مثلا نحاول أن نرجعه إلى المحدد الأصلي كيف نبدل الصف الأول مكان الصف الثالث فنأخذ إشارة سالب عامل مشترك A, B, C, D, E, F, G, H, I ماذا فعلنا؟ بدلنا الصف الأول مكان الصف الثالث الآن نحتاج أيضا أن نبدل الصف الثاني مكان الصف الثالث فنأخذ سالب عامل مشترك مرة أخرى A, B, C, D, E, F, G, H, I بدلنا الصف الثاني مكان الصف الثالث يساوي سالب سالب مجب المحدد الأصلي يساوي سالب 6 أي أننا إذا بدلنا صفوف محدد ما عدد زوجي من التبديلات أعطانا قيمة المحدد الأصلي لأن كل تبديلة تعطي إشارة سالب فإذا كانت الدبيات مزدوجة سالب بسالب يعطي موجب في المحدد الذي على الجانب الأيمن نحاول أيضا أن نجعله عدد مضروب في المحدد الأصلي لنستغل قيمة المحدد الأصلي فماذا نفعل؟ نرى ثلاثة مضروبة في الصف الأول كله فنأخذها عامل مشترك وفي الصف الثاني نجد سالب واحد كلها مضروبة في سالب واحد وفي الصف الثالث مضروبة في أربعة فنأخذها كلها عامل مشتركة ونضروبة في المحدد الأصلي A, B, C إذا أخذنا من الصف الثاني سالب واحد تصبح موجبة D, E, F وكذلك إذا أخذنا أربعة عامل مشترك من الصف الثالث تصبح G, H, I وهي نفس قيمة المحدد الأصلي إذن سالب 12 في المحدد الأصلي سالب 6 يساوي موجب 72